اشتركوا في القناة كل يوم على تأخر سن الزواج شنو الاسباب والله الاسباب تأخر سن الزواج ما عادش فما ثقة بين الرجل والمرأة سواء اكسسواء من هي ومن هو معناها عصر نتوى عصر الفيسبوكات تيك توك برشة حاجات امور والتأخر برشة غليل معيشة برشة اسباب تخلي معناها الزواج في تونس يقل معناها والمرأة تصل لسن معين تقول انا ما عادش نعرس معناتها 30 سنة 20 سنة نوس نحب ان نتزوج والراجل يقول لك انا في ال40 والخمسين ما عادش نقدر معناها نقيم بعائلة معناها لان الحياة صعبة وظروف الاجتماعية بصفة عام قد لي فما عادش فماتيقة مبينة المرأة والراجل معناها من خلال تجرب العبيد الأخرى اللي محيطة به ولا كيفاش طبعا طبعا النجم يكون من جانب الناس المحيطة به أو من جانب نفسه معناها يقول لنا مثلا طوى ما نجم مش معناها انا حتى انا نوكل روحي انا معناها سمعني في الكلمة هذه بش نجم نعيش مرأة خطر طوى المرأة معناتها فما المرأة اللي تشري تعليق معناتها قبل الزواج نوع وبعد الزواج نوع اخر معناها وفما حاجات معناها خايف تعرص وبعد دور عليك طبعا ناي طبعا نجم لا لا والله لي أنا طوى معناتها ان شاء الله نخطب ان شاء الله وكذا على قريب إن شاء الله مقبل معناها مقبل أنا مقبل أنا ما نش كونتر الزواج ما نش عازف لا ما نش عازف ما نش معناها كما يقولوا يعني ضد ولا كونتر معناها لأني من تزوجي أنا تزوجوا فقراء يغنيكم الله والسنط دين الله في خلقه الزواج من استطاعها منكم البيئة فليتزوج معناها هنا حكينا على الظروف المادية ساعة واحد يخافي عرص وبعد دي كما ينجمش يقوم بعائلة كاملة بينما فمع بيت قادرة مادية إنها تتزوج أما هي ما تحبش تتزوج بالطبيعة فمع بيت قادرة فمع بيت يقول لك أنا معناها متوفر متوفر معناها الدار ومتوفر يقول لك هي الدار سيس الحي مثلا أنا نقول لك أنا الدار هي اللي تخلي معناها المرأة المرأة تبدأ مرتحة في دارها تقول لك أنا مثلا ما تعيشنيش كاريا أنا مثلا فمع طفلة تقول لك مثلا أنا عشت مع دارنا في الخيرات السبعة ما نجمش أنا ما نكون نعيش معناها معاك معناتها تعبة ومعناها ذكا هي المشكلة بين الزواج وبين الرجل والمرأة فم معناتها تخالف هنا في الحكاية هذه والغلال ما عيشها الغلال ما عيشها عندها دور كبير ياس بين الرجل أو المرأة أي العوامل هذه تخلي معنتها المرأة والرجل ما نجموش معناها يتقدموا معناتها وما نجموش معناتها وما فماش معناها بنتهم ثقة وبرشا حاجات خدر نحنا نعيشوا في عصر فيسبوك وديك توك ومسنجر وتليفونات وش بك كلمت هديكة وش بك لما كلمتش هديكة ما انت خالف حكاية فارغة واقعناها أما في ظل هذا الكل فمبرشا علاقات ناجحة في ظل هذا الكل ما قبتكش ليا فمع علاقات ناجحة فمع علاقات ناجحة وفمع ناس متفهمين فمبرش عبيد يعني تزوجوا متفهمين وربي بقي علينا ستر وربي بقي ستر على كل ولي وكل ولي وإن شاء الله ينع معنا بالخير أمين يا رب أمين يا رب سر نجاح العلاقة مثلا الثيق الحب مهم الحب مهم المحب، الثقة، الإخلاص، متيعة، هو متيع لها فهم برشي حاجات التفاهم زداد التفاهم من الأول خطر روما زوزك يكونوا متفاهمين رأي الفلوس مش كل شي النجم مثلا أنا ولي معايا معناه مناش متفاهمين عنا فلوس ولبس بنا ومناش متفاهمين في نفس الوقت يعني الفلوس مش كل شي الفلوس رو حاجة من حاجات حاجة من حاجات الفلوس هي يقولك المال والبانون زينة الحياة الدنيا ويوما لا ينفع مالا ولا بانون إلا ما قطل الله بقلب سليم يعني المال والبانون هو يقولك زينة الحياة الدنيا يعني بشي زين الرجل والمرأة هي المال لكن المال ما وش كل شي ما وش كل شي معناه ينجمه معناه العلاقة والحب والمودة والإخلاص وتكون روى التفلة لازم تكون هي متعة لرجلها ويقف معها في السراء والذراء ويقف معها زاد هم الزوز يعملوا لحمة ووقفة صحيحة يكملوا بعضهم الزوز يكملوا بعضهم وينجموا يعيشوا في ظروف اجتماعية ويكونوا أسره ولماذا لا يمشيوا البعيد كنت مقبل على الزواج قتلي مقبل على الزواج كيف جاءت الفكرة ويقف معها سني ترونت سيس ما عاش نجم إن شاء الله نقول إن شاء الله ربي ما عاش نجم نزيد نقدم بش نزيد في العزوبية بش نقول خلي العام الجاي لنت ما هو لوجيك نقول خلي العام الجاي والعام اللي بعده والعام اللي بعده نرقى روحي في الاربعين هاي هاي ما لازم يجي شخص مناسب مش حكاية عمر سنعرف يزم تختار الشخص المناسب في مكان المناسب المرأة معناه شخص المناسب في مكان المناسب والمرأة ستختار الشخص المناسب في مكان المناسب ما جيش زادة أنا نجي نتعرف على إنسانة نعرفها من نهار لو اللي مشي ننصد ونخطبها زادة ما جيتش ولا هي تعرفت على واحد قالت لها يحبني تسمع فيها قالت لها يحبني وكذا كهوة وعشقني وكالحكيات هذي كمتاع البنية تعطوى تعجيل توا يقول لا سينا مني نخلق فيه سادة ما جيتش ازم تعرف وبرشة حاجات تدخل فيها قدش المدة الكافية باش تتعرفوا فيها على بعثكم المدة المدة أنا قدتك المدة الكافية بين الرجل والمرأة قبل ما تم الخطوبة متاع مدة شهرين ثلاثة شهور أنتي والمدة أربعة شهور خمسة شهور عام مجم نكون عامين أنتي والمدة والطفلة وأنتي والمدة في الحالة هذيك كاني بتبيعها مقياس هي خضر يجبوا يقيسها هي تتعرف عليك ونتي تتعرف عليك هو موش يقيسها معناها بلغتنا يعني لازموا يقعد معها يتعرف عليها أكثر يحكي معها يحكي مع دارهم يشوف دارهم يشوف هيش تحب شنية متطلباتها شنية كذيه خضر الموش دقوا البيب صحيح واسمع الجواب وبعد ترقى روحوا كنتي ولازم الرجل يزم يخدم ويزم يدزم على المرأة والمرأة يدزم على الرجل ويقا وروحهم معناها يعملوا معناتها أسرة ويبنية وتمشي معهم إن شاء الله بإذن الله سميع العليم معها صعب الوقت وصعب الحياة يعطيك صحة إن شاء الله ربي هنيك خليلك الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة إن شاء الله ربي يستر كل ولي وكل ولي وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله تونس إن شاء الله بخير إن شاء الله ينعم على تونس إن شاء الله بالخير والبركة وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى معنتها يسهل على كل مؤمنة وكل مؤمن شكرا